اشتركوا في القناة ايواز بون ردي لا اي اشي بالحياة ما بحكي لا فقلت لها اتفاقنا ايجينا اعطينا حصة هون بعد ما ايجينا اعطينا حصة هون صدمت انه ايش ايش الدنيا هذا ناس صراحة صدموني لدرجة لا توصف والله العظيم اول يوم روحت عدت ابكي انه هدول انضف ناس بالعالم بس العالم ما بقدر يعطي فرص لكتير ناس سو انا اجيت عشان احسن حياتهم اشتركوا في القناة انه كيف انتعامل مع هادة وكيف انتعامل مع هادة وكيف انتعامل مع هادة انا كلهم عم بطلّوا علي وانا بصفونيات من جوا عندي سراعة مجنون نس عم بحكيلي عليين انت يكن دوات نس تن بحكيلي شو جابك هون انشان الله روح انت شغلك شط وصفر وصار ودني ايش بتسوي هون ما نطلع روح بعدين حطيت حالي بـ خلينا نحكي أوتوف كونفورت زون وبعدت أفكر أن مانا دول كلهم جايبين هون أولادهم هون عشان أنا اللي أكون إن شاء الله بسبب أني أغير لو إشي واحد فيهم صاح راوز أفودي موسيقى كل شيء اليوم عملوه هم عملوه 100% أنا أولا إشي أنا كنت إشراف بس الشغلات اللي فيها نار كنت أحكي لهم آد هي بلشنا معهم البيسك كيف تأشر كيف تعمل كيف تصوي أم سيريوس بحبهم أكتر من حالي هلا كيف تعمل 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 ك صح? اكتريش بتحب تشربه بالحياة شو. شاي. صح? انا عارم. ما تغششني. صح؟ انا عارم. لو سمحت ما نتغشش. الاشي اللي انا كنت فيه اليوم واللي اعملته ام سو براد اف مايسلف قد الدنيا لكل حركة كان يعملوها عن جد وحيات الله فيه ناس منهم ما كان يعني فيه ناس انا بشتغل معهم كان عندي تمانين موظف في الكتشن تبعي ما كان في منهم ما بقدر يسوي الشغل اللي بشتغله. احنا عنا سكيلز بغض النظر عن إيش إحنا الكيسز اللي عنا إنه أنا عن جد ممكن أكون مؤثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة